لأي مشاهد مرتبطة بعلاقتي ببنتي بدنيا يمكن عشان الخلط ما بينها وما بين أماليا بنتي ولأنه رضوة التعويرة الحقيقية في حياتها هي بنتها هي كل اللي خايفة فيه لأنه وسط تصمرها في الحياة هو بنتها هي حياتها هي حياتها هي حياتها يعني كأنها خلفتها وعايش عشانها لحد ما تخلي زرعة دي شجرة مثمرعة يعني فمشهد اللي بيجولي في السجن ويقولولي أنه طلقني المشهد ده أنا غصبا عني ارتجلت هو مش مكتوب مش مكتوب لا يحرمني من بنتي عشان خطري مش مكتوب كده بس هو أول ما هم قالولي أنه طلقني مع أنه أنا قاريا طبعا المشهدهم ذكرين كل اللي جي في دماغي صور أنه مدام أنا في السجن أنا رضوة في السجن وهو تخلى عني يبقى هو هيحرمني من بنتي فحقيقي ما كنتش قادرة أخذ نفسي بجد وكل اللي بقوله بس هتهالي لحسن يحرمني من بنتي طب قلوله أنا أسفة يسمحني بس ما يحرمنيش من بنتي كل ده كان ارتجال 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 وخدناه عن تيك طبعا وأنا فاكرا بعد ما خلصنا احنا كنا بنصور في سجن حقيقي وأنا فرصة برضو أن أقولي الكلام ده لأنه كان فيه تعليقات كتيرة جدا جات أنه أنتو بتصوروا في خمس نجوم أنتو بتصوروا في قتال خمس نجوم من إمتى السجن في مصر كده الحقيقة أنه المتحدة ووزارة الداخلية وأنا بشكرهم جدا على التعاون الخطير اللي عملوا معنا بس كانوا حارسين أنه أي سجن يقدم من هنا ورايح لازم يقدم في السجن وما يبقاش ديكور عايزة أقولك أني دي معلومة مش درجة لأن أنا كمان كنت تفاكرة أن ده ديكور كل الناس دتدرجة أني فيه واحدة صحبتي وهي مهندسة ديكور في الميديا مش مهندسة ديكور في البيوت يعني بتعمل السوديوات قالت لي إيه مدينة مش مدينة الانتاج قالت لي ما هتفون مصرحية أو حي كده فقلت لها لأ ده سجن العشر من رمضان وندخل من الساعة 7 الصبح للساعة 7 المغرب بموقيت معينة فكل والكوريدور ده وحتى السجانات الموجودات دول ما كانوش ممثلات دول السجانات هم كانوا حارسين أنه أي حاجة المقتنية اللي جوه السجن تبقى بتاعتهم السجانات تبقى بتاعتهم طبعا رفضين أنه السجينات يصوروا إعداء لحرمة وما يبقاش انتهاك لخصوصية السجينات نقعدنا أيوة احنا وصلنا هناك ستاعة 6 الصبح من هناك وحنا من ستاة الصبح لسبعة رحنا تلت مرات تلت يام صورنا على تلت يام من مجال هو عبغاني ما جاش معاك إليه هو كويس السكر عالي عليه عنده شغل مال عبدالغاني طلعي كرد إلي أنتي بتعمليه ده قليها تفوق بقى هاروني كفاية تعرف مين معاه ما حنته ومين مش معاه عبغاني طلعي هو قال لكم هو طماني يمكن كان دعبان شوي ولا في حاجة مسح عليه يعني هو قال لكم هو قال لكم طمان أنتي شوفتي الأزيرة من نفسك شوفتي الأزيرة مع لكم нения لمسهاية تواموراني أشويس わلا يجب أن نشوف دونيا لا لا أنا لازم نشوف دونيا نخدا مني نواليا يأخذها مني ولا حل يأخذها يأخذها أحسنتي 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 أخسنتي يا عبد ما كان شيء العشان لم تجو فيه عبد الغني يقول له لله يصمحك ما كان شيء العشان ما كان شيء العشان أني يعمل فيه كده بعد كل اللي عملته عشان بس واضح هو معا بسعلم أنه لنستنى الشيصصح من اللي بلحبه لأنه لنستنى أنهم يبقوا سندلينا وأنهم يصمحون قلنهوني زمعنونا قلنهون ما يخدش بنتي مني قلنهون قادف تقريد قلنهون كلام ده قادف تقريد قلنهون كلام ده ولا تنسي أنا يصمحك يا عبد الغني اشتركوا في القناة